بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الدرس الثالث في الوحدة الثانية وهو بعنوان خواص المحددات Properties of Determinants أهداف هذا الدرس التعرف على خواص المحددات واستخدامها في تيسير حساب المحددات إيجاد قيمة محدد معكوس المصفوفة الشاذة أي التي لها معكوس Non-Singular Matrix بدون الحصول على عناصرها في البداية ثلاثة استخدام خواص المحددات في اختبار وجود معكوس للمصفوفة من عدمه وأخيرا التعرف على قابلية حل النظام خطي من عدمه ومع الخاصية الأولى وتقول أن محدد مجموع مصفوفتين A زائد B ليس بالضرورة يساوي محدد المصفوف A زائد محدد المصفوف B والمثال التالي يوضح ذلك المصفوف عندنا عناصرها واحد اتنين اتنين خمسة فإذا حسبنا محددها فعناصر القطر الرئيسي حصل ضربها خمسة والقطر غير رئيسي أربعة فيكون محدد هذه المصفوفة هو واحد المصفوف B بنفس الطريقة تسعة ناقص واحد يساوي تمانية أما إذا جمعنا المصفوفتين A زائد B فتكون عناصرها أربعة ثلاثة ثلاثة تمانية فإذا أردنا أن نحسب محدد هذه المصفوفة الجديدة النتيجة من الجمع محدد A زائد B يساوي أربعة في ثمانية اتنين وثلاثين ناقص تسعة يساوي ثلاثة وعشرين ويظهر لنا هنا أن قيمة محدد مجموع المصفوفتين ثلاثة وعشرين لا تساوي محدد المصفوفة A زائد B واحد زائد ثمانية يساوي تسعة وهذا يبين الخاصية الأولى أن مجموع محددين المصفوفتين لا يساوي بالضرورة محدد مجموع المصفوفتين معا